وفي طار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سنغال بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بذكر مناسبة مع نظيرته سنغالية إذن ياسين فال جلسة عمل تنائية وقد خصصت هذه الجلسة للتشاور والتنسيق حول عديد المواضيع ذات السلاة بالعلاقات التنائية وأفاق توسيعها لتجمل مجالات جديدة ذات النفع المتبل إلى جانب استعراض تطورة الأوضاع على سعيد القاري في أفق الاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الإفريقي